عبد الوهاب القصة الدائمة على ما قدت الاهتمام والبحث النهاردة عندنا اتنين رد فعلي رد فعلي من مدير اعمالها بيقول فيها ان هو السبب للانفصال بيقول انا اللي قررت الانفصال عشان ارفع الحرج عنها وبيقول ان شيرين محتاجة تراجع نفسها كتير وبيدعولها او بيتمنى لها ان يكتب لها ربنا الخير المحامي بتاعها المستشار ياسر قنطوش مسكتش تلعب بيان وقال لك لأ تم الانفصال عن ميمي فؤاد من جانب شيرين لعدم قيامه والدور المطلوب وكمان اتهموا ان هو تواطأ مع اخوها وقال ان في قضية على اخوها ولسه المستلسلين هو مش كان قال ان احنا تصلحنا طلع معانا احنا شخصيا وقال ان هو اتكلم معايا ولما عرفت وجهة نظره في الموضوع يتصلحنا وما بقاش فيه عندنا مشكلات لا وقال لك وثابت في تحقيقة النيابة وقال لك ان هو خرجت من المستشفى احنا عايزين شيرين نفسها بقى تخف وتطلع تقول لنا ايه الموضوع ملاتات باردو اللي كانت